وممكن يشرب بقى جنبهم مياه غازية لا هو بص اقولك على حاجة هو موضوع المياه الغازية ده مش صحيح لان الناس فاكرة برضو انه شرب المياه الغازية اللي هي zero calorie مفيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها تحط بديل للسكر تحط أسبرتام وأسبرتام ده من أخطر الحاجات اللي ممكن أي حد يتعرض لها مش عايزة اقولك المحليات الصناعية دي مؤذية ازاي كل المحليات الصناعية بلا استثناء عشان ما حدش يقول محلي صناعية عن محلي صناعية يعني انا نتجنب الصودة عموما على وجه العموم على وجه العموم حتى لو من غير سكر فيش حاجة اسمها ما أنا بقول لحضرتك هما لو ما حطوش سكر يحطوا بديل السكر وهو الأسبرتام فالبديل أو السكر الاثنين مؤذيين لان الكانز الوحدة في 12 معلقة السكر العادية التانية اللي ما فيهاش سكر اللي هي الدايت فيها أسبرتام اللي هو محلي صناعي وده مش عايزة اقولك يعني احنا لو كتبنا بس مخاطر الأسبرتام يطلع لنا يعني مقال لأن الأسبرتام أو كل المحليات الصناعية دي حاجات كيميائية مش طبيعية صحيح وحاجة الكيميائية الجسم ما بيعرفش يتعامل معاه وبتعمل بجد أضرار خاصة على الجهاز العصبي فياريت موضوع الدايت اللي هي مياه الغازية الدايت ده ننسي القصة دي سواء حتى الناس اللي عم غارجين طب نقول لهم يشربوا ايه هقولك حاجة فيه العصير الفرش لو حد عايش يشرب فيه نقطة ممكن نقولها مهمة قوي اللي هو دلوقتي فيه ناسة مقولك أنا ممكن أجيب عصير عادي طب وانت بتجيب العصير خد يبالك ان يبقى مكتوب عليه 100% طبيعي عشان العصير اللي مكتوب عليه شرب أو مكتوب عليه اللي هي المحلة فقط دي بتبقى نكهات ما بيبقاش فكهة نا مش عصير مش عصير نكهة عصير هو مية بسكر يعني انت اللي جايب الخلاصة أكنك بتشك بسكر فيه سؤال تاني بقى طب الفيور مفهوش سكر لا هو العصير الفيور اللي هو بيقولوا عليه نقي يعني أكنه نقي مفهوش اي حاجة تانية غير العصير هو كلمة بيور مقصود بيها مفيش سكر فالحقيقة ان العصير العادي هو النكهة ومحطوط عليها سكر هو ده النكهة مش حطوط عليها سكر يبقى لازم يبقى حاجة فرش حاجة طازة طبيعية معصورة قدامه لو حبين عصير اللي بقى العصير الطبيعية واحنا ما عندناش مشكلة في القصة دي المحلات بتاعت العصير موجودة في كل حد جبدا في كل مكان اللي هي العصير الطبيعية الدكتورة لندجد الحق معلومات عن الاكل مفيدة جدا التحركتك تؤمر